نستهل نشرتنا من المغرب حيث تمكن اليوم المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن من تفكيك خلية تنشط بمدينة سيد سليمان وتتكون من أربعة عناصر موالين لتنظيم داعش تتراوح عمارهم ما بين 23 و51 عاما بلغ لوزارة الداخلية المغربية أوضح أن هذه العملية أصفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبدلة عسكرية وقناع بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر داعش وكذا منشورات تحريضية تحرض على العنف وتضف المشروعية على القتال وما يسمى بالعمليات الاستشهادية هذا وأكدت التحريات الأولية أن زعيم هذه الخلية الذي سبق وأن اعتقل سنة 2014 بمقتدى قانون مكافحة الإرهاب قام باستقطاب عناصر خليته الذين يتبنون الفكرة المتطرفة نفسها حيث خطط بمعيتهم لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المسة الخطيرة بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام